اشتركوا في القناة اهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة المشاهدون في حلقة جديدة من برنامج قضايا وآراء اجريت انتخابات مجلس النواب الجديد يوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي واعلنت النتيجة النهائية للفائزين بالانتخابات بعد ذلك بنحو شهر ووفقا للإعلان الدستوري فان على رئيس المؤتمر الوطني ان يعلن على موعد ومكان التسليم والاستلام في غضون اسبوعين من اعلان النتيجة النهائية وبالفعل تم ذلك وحدد يوم الرابع من اغسطس الجاري موعدا لذلك ثم حدث ان دعا احد النواب الجدد بقية الاعضاء للاجتماع في طبرق يوم الاول من اغسطس واستمع عدد كبير من الاعضاء فعلا في الوقت والزمان المحددين من قبل النائب المشاري اليه فهل هذا الاجتماع قانوني ودستوري وهل بسألة التسليم والاستلام امر اساسي ام شكلي وهل تغير مكان انعقاد البرلمان من مدينة بنغازي الى مدينة طبرق دون تشاور له مبرر واساس قانوني هذه الاسئلة وغيرها سنترحها على ضيف البرنامج الدائم الدكتور علي اسباعي عضو مجلس النواب ورحب بك دكتور اولا فاهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بك دكتور ومشاهدك الكرام دكتور قبل الحديث عن موضوع البرلمان نريد منك توصيف للواقع السياسي الحالي في بلادنا بسم الله الرحمن الرحيم هو الحقيقة لابد من اخذ لمحة عامة عامة يجري في بلادنا في مدار ثلاث سنوات او ثلاث سنوات ونيف منذ 17 شبراير الى يومنا هذا ليس الغرض منها سردا تاريخيا او نظرة عابرة للموضوع انما اذا اردنا ان نتناول ما حدث في اجتماع طبرق لابد ان نرجع الى الخلف حتى ننظر خلفيات هذا الذي جرى اليوم المتأمل في المشهد السياسي الليبي سيجد ان ثم جماعة او ثم اصحاب توجه ما يعني هم الذين يخالفون القانون والدستور في غير مناسبة ويعني لو اردنا ان نأتي بالشواهد لكان لانضينا الحلقة كاملة ولا لنتهي منها لكني لعل لي اختار منها بعض المواقف الظاهرة البينة اما التفصيلات فهذه كثيرة جدا لما اختير مصطفى دكتور مصطفى ابو شغور رئيسا للوزراء في فترة ما قدم حكومته قل عن هذه الحكومة ما شئت قل عن هذه الحكومة سيئة هزيلة لا تصلح قل ما شئت لكن بمجرد انه رفض او انه لم يستجب لرغبات هذه المجموعة التي اتكلم عنها حتى قرروا اسقاطه هو ليس حكومته سحب ثقة عنه هو وقالوا مهما قدم ومهما فعل سيسحبون ثقة عنهم اين احترام القانون هنا انتهى جماعة قررت وانتهى اختيار هذا موقف الموقف الثاني اختيار علي زيدان رئيسا للحكومة علي زيدان كان عضوا في المؤتمر الوطني وكان رئيسا لحزب تنازل عن هذه وتنازل عن عن تيك وعين رئيسا للحكومة بمباركة هذه الكتلة الكبيرة على وهي كتلة التحالف لما اقول كتلة التحالف لا اعني التحالف الذين هم في المؤتمر الوطني فقط لأن هذه التعالف هو توجه يشمل كثير من الإعلاميين والسياسيين وأصحاب الأموال وأصحاب القنمات اجتمعوا على هدف واحد ألا وهو ما يريدونهم وأشياء أخرى سأذكرها في ثنائي كلامي مرة أخرى بينما نجد الآن المثالية العالية والنزاهة التي تناطح السحاب في قضية رئيس الوزراء أحمد معتيك حيث أنهم تقيدوا وقالوا لا يمكن القفز على الدستور وعلى النظم وعلى اللوايح وتحاكم القانون وهنا نقطة جميلة جداً ألا وهي الناس الذين يتهمونهم بأنهم هم من أخر المؤتمر الوطني وهم الذين يعرقلون بناء الدولة وهم الذين الظلاميون وهم المقاتلة وهم القاعدة وهم الإخوان وهم الظلاميون وإلى آخره أنهم رضوا بقضاء المحكمة وكان أحمد معتيك أول الراضين بهذا وكانت بصراطة أول الراضين بهذا وكان تلك الكتلة التي يتهمونها بكل التهم كان رضي ولم يسببوا بلبلة ولا شوشرة ولا أي شيء ورضوا بهذا الأمر بينما نجد الآن يعني مثلاً لما أقر قانون العزل السياسي ضجت الدنيا ويعني انهالت السهام من كل مكان على المؤتمر الوطني وصار المؤتمر الوطني شيطان في توبي قانون فصاروا ينهالون عليه بالسهام من هنا وهناك وأسقطوا شعيته وصاروا يتكلمون عنه في الإعلام وأحدثوا له بديلاً آخراً ألا وهو مؤتمر القبائل الذي وقع في الجبل ثم يعني صلطوا عليه إعلامهم من كل مكان بمجرد أنه لم يوافق هواهم وقس على هذه الحوادث الشيء الكثير اشترطوا مثلاً كانت من شروط التقدم إلى اللجنة الستين أن لا يكون الإنسان منضوي تحت حزب أو ينتمي إلى جماعة ونحو ذلك نجد الآن رئيس لجنة الستين رئيس حزب ولا يتكلم عنه أحد فالشاهد من هذا الحديث سحب التقى عن علي زيدان يعني لأنه يوافق هوا جماعة من الناس في المؤتمر الوطني يعني دافعوا عنه حتى آخر رمق وكانوا يعطلون الجلسات ويخرجون أحدهم نائب رئيس المجلس الوطني ما أدري نسيت اسمه أولاك رئيس المؤتمر الوطني عزدي العوامي عزدي العوامي نعم يذهب إلى مصر ممثلاً لليبيا باعتباره نائب رئيس المؤتمر الوطني ويتكلم عن أنه عضو ويتكلم عن أنه ممثل دبلوماسي ونحو ذلك فلما يعود هنا يقول المؤتمر المنتهي وصلاحيته فتناقضات وقفز على القانون وقفز على الدستور وتشكيل القانون وفق أهوائهم هذا الآن على سبيل المثال الذي من مغازي نسيت اسمه الآن أحد أعضاء لجنة فبراير يعني يونس فنوش يونس فنوش بمجرد أن خرجت النتائج قالوا لن ننتظر النتائج النهائية من المفوضية قالوا لن انظر الآن هي قضية أنا بنميل المشاهد أنها ما هيش قضية مسألة خلافية دستورية الصواب هنا أو هناك هي مسألة أن القانون والدستور يشكلونه وفق رغباتهم وأهوائهم هذا يونس فنوش يقول نحن لن ننتظر المفوضية سنعتمد النتائج المبدلية وسنعقل أول جلسة يوم 24 سبعة ليس يوم 22 ثمانية 24 سبعة من أنت ومن تكون أنت حتى لم تستلم مهامك وأبو بكر أبعيرا نفس الشيء يدعو الناس ويفعلوا أشاهد أن القضية أنا أريد من المشاهد الكريم أن يبتعد عن المؤثرات التي توحيط به بعض الناس أنا أعرف جيدا كيف يفكر يقول لك يا أخي القتل والقصف والحروب هنا وهناك دعهم يجتمعوا في طبرق ولا يجتمعوا في كذا هي المسألة ليست هكذا المسألة ليست هكذا المسألة لها جذورها لها جذورها وهؤلاء القوم إما أن تمشوا وفق ما أريد وهذه يصرحون به كما سأنقل لك بعضهم يا إما أن تمشوا وفق ما نريد نحن هذه الفئة وهذه الجماعة وإما سنفسد القوانين نفسد الدستور ونفسد العملية السياسية برمتها لا نعترف بها أبدا ولذلك يصرحون يقولون سنفعل كذا وكذا شاء ما شاء وأبى من أبى وهذا أمر قضية وفليأتي وإلا سيتعرض للعقوبة وسعرض للفصل وسعرض كذا هم يتكلمون كأننا نحن تبع لهم لا إرادة لنا ولا يعني ولا اختيار لنا فيما ينتهجون الشاهد من حديثي أن القضية لا أريد للمشاهد الكريم أن ينظر لهذه القضية أنها مسألة خلافية وقعت بين برلمانيين أو أعضاء في مجلس نواب هذا يرى كذا وهذا يرى ليس الأمر كذلك أنتم من اخترتمونا يعني طلبتم مننا وأشهدتم علينا الله وأخذتم علينا العهد اللي غليظ أن نصلح البلاد وأن نسير بالبلاد أننا هكذا فلابد أن نلتزم بهذا العهد وأما أنت تريدوننا أن نسير وراء من يلوح لنا بالمناصب أو يلوح لنا بالتخويف أو يلوح منا كذا فنحن أنا عن نفسي لست من هؤلاء لست من هؤلاء ولن أرضى بهذا أبدا إذا أردتم تريدون بناء دولة حقيقية ودولة الحق والعدل والقسط فليس الأمر كذلك ولو كانت مخالفة جزئية بسيطة أما إذا أردتم تريدوها فوضى والبقال الأقوى ومن عنده إعلام أقوى ومن عنده مال أقوى ومن عنده دعم لوجستي أقوى فهذه شريعة الغاب لا نعترف بها لا نعترف بها أبدا فالقضية خلاصة المسألة يجب على المشاهد الكريم ويجب على المواطن الكريم أن لا ينظر المسألة أنها مسألة خلافية بين برلمانيين وينظر فيها وربما الحق هنا وهناك ويجب تجاوزها ونحو ذلك لا الأمر عميق ومجدر ومسألة بين حق وباطل يجب أن ينظر مسألة هكذا وإلا ما يعني شيئا هذا الخلاف الذي ترونه طيب سيادة النائب هناك عدد من النواب وأنت أحدهم ترون أن اجتماع النواب في مدينة طبرق مخالف للجانب القانوني والدستوري كيف ذلك؟ أنا أريد أن أضرب مثل بسيط حتى أقرب الصورة للمشاهد الكريم الذي ليس له علاقة بالإعلان الدستوري ولا بالعمق القانوني ولا بالمفرزات هذه كلها أنا أريد من المشاهد الكريم أن يتصور أنه يمثلك شركة هو ملكه الخاص ورثها عن أبيه وجده شركة خاصة به يوما من الأيام احتاج أن يوظف موظفين فأعلن إعلان في وسائل الإعلام وقال من عنده يعني المواصفات كذا وكذا فليتقدم للشركة وقبل عشرة موظفين أو خمسة عشر أو نحو ذلك ثم هذا المالك وكل أو خول مدير الشركة أن يستقبل هؤلاء خوله بالتوقيت والزمان والمكان أن يجري معهم اللقاء المناسب لهم وأن يوظفهم في الأماكن التي يعني تقدموا لأجلها قام هذا المدير الشركة بناء على المالك لهذه الشركة والمخول من قبله أن يدعو هؤلاء الناس فحدد لهم الزمان والمكان الساعة الفلانية في المكان الفلاني في اليوم الفلاني فبدلا يأتوا الناس هؤلاء تفاجأ هذا المدير بأن شخصا آخر من هؤلاء الموظفين الجدد الذين لم يستلموا مهامهم بعد دعاهم إلى مكان آخر وإلى زمان آخر وقال لهم أنتم ستبدأون الشغل في المكان الفلاني والزمان الفلاني وأنت ستستريمون كذا وتفعلون كذا قل لي بربك أيها المشاهد البسيط المشاهد الذي لا تعرف خلفيات الإعلان الدستوري ولا أي شيء هل ترضى بهذا في شركتك أنت وملكك أنت أن يقفز أحد الناس الذي لم يتعين بعد ويقوم بهذا العمل ويعين ويفصل ويدعو الناس ويبين لهم مهامهم وكذا قطعا لا ترضى بهذا صحيح فكذلك المجلس النواب هذا أعلى سلطة شرعية وخولك الشعب المواطنون الليبيون خولوا وفق الإعلان الدستوري وخولوا رئيس المؤتمر الوطني أن يحدد الزمان والمكان وفعل وحدد الزمان والمكان يأتي موظف عين في مجلس النواب لم يستلم مهامه بعد ألا وهو دكتور أبو بكر بعيرة ويدعو كل هؤلاء الأعضاء الجدد ويقول لهم عليكم بطبرق في الزمان الفلاني والمكان الفلاني ويترك صاحب الدعوة الأصلية الذي مخول أنت كعضو مجلس نواب وتريد أن تتبع الحق دعاني شخص لا يملك شيئا موظف عادي يعني لم يستلم مهامه بعد هذا صاحب الدعوة لم يستلم مهامه بعد يقول لي تعالى في المكان والمخول من قبل الشعب يدعوني في اليوم الفلاني والمكان الفلاني أنا إذا أردت أن أحترم إرادة الناس يجب أن أنتزم بهذه ولا يقول لي أحد هذه الشكليات أكيد دكتور البعض يقول بأن رئيس المؤتمر الوطني هو فوض رئيس الدوان الأستاذ المصري نعم أنا دعني أنقل لك النص الصريح في هذه القضية هو فوضه بيحدد المكان والزمان نعم دعني أولا أنقل المادة المادة التانية في الإعلان الدستوري في التعديل السابع في مقترح لجنة فبراير يقول يعقد مجلس النواب اجتماعه الأول برئاسة أكبر الأعضاء سنة ويكون أصر الأعضاء مقررا له وذلك خلال أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخاب بناء على دعوة من رئيس المؤتمر الوطني إذن الآن الإعلان الدستوري الذي شكله يونس فنوش أحد الذين كتبوا هذه القضية والذي أراد قبل قبل أن تخرج النتائج النهي أن يقفز عن هذه المادة التي كتبها هو بنفسي ولذلك أنا كتبت في إحدى المقالات كتبت قوانين من تمر كان العرب في الجاهلية يصنعون تمر يصنعون من التمر آلهة فإذا جاء العربي من اليمامة أو من النجد أو من أماكب بعيدة من غير قريش يصنع من تمر قريش من تمر مكة يصنع منها إله صنم ثم يذهب بها إلى حيث شاء فإذا أراد أن يتعبدوا أن يصل الله بشيء يقيم هذا الوتن من تمر ويتعبدوا إليه لكن إذا جاء أكله فهذا يونس فنوش فعل نفس القضية صاغ لنا هذه المادة بنفسه ثم لما أراد أن يقفز عليها قال ما تعنينا هذه المادة نحن نريد أن نعتمد لجنة النتائج الأولية ثم نجتمع يوم 24 قفز على هذه المادة التي خول بها رئيس المؤتمر هذا الأمر الأول الأمر الثاني وهو اللبس القرار 56 من المؤتمر الوطني الذي أعلن فيه السيد نوريا بوسهمين موعدا الموعدا للانعقاد ألا وهو 4-8 يوم الاثنين 4-8 ثم أعلن بعدها طرابلس داء في طرابلس في طرابلس فهو إذن حدد الزمان وحدد المكان ثم قال والسيد رئيس ديوان سيعلم عن ذلك أي بمعنى هل سيكون في ريكسوس والله في المهاري والله في والساعة كم تحديدا وهذه التفصيلات الجزئية أما الزمان والمكان فقد حدده رئيس ديوان تقصد بأن التحديد في يد السيد نوري بوسهمين بناء على الإعلان الدستوري ومجرد الإعلان هو للسيد رئيس الدوان نعم هذا هو التحديد حدده نص عليه نصا موجود النص موجود 4-8 وطرابلس موجودات هذه بقي إيش هل هو في المهاري ولا في كورنتيا ولا في كده هل هو الساعة التاسعة صباحا ولا العاشرة هذا بناء على معطيات أمنية لا يستطيع أن يصرح بها رئيس المؤتمر فوضها إلى رئيس الديوان بل فوضها إلى الديوان نفسه وليس إلى رئيس الديوان الديوان وأعطاه هذا الأمر الأول مخالفة الأول المخالفة الثانية أن أنا شخصيا عبر جهاز النقل وصلتني رسالة من السيد أبو بكر بعيرة من السيد أبو بكر بعيرة عبر ديوان هو يستخدم في جسم لا يصح أن يستخدمه وإطلاقه لذلك القانونيين يقول هذه جريمة يعاقب عليها وفق القانون كما أنك أنت أو أنا أرتدي بدلة عسكرية وعليها رتب وأقف في الشارع وأوقف الناس وحاسبهم على أخطائهم وكذا نفس الطريقة وقعت هنا في حالتين فالذي قام به رئيس الديوان والذي قام به السيد أبو بكر بعيرة في كلتا الحالتين الخالفاء القانون الليبي في محدى مواده المتعلقة بالتقمد الشرسية أنا سأنقل لك بعض رأي الشارع يقول أنتوا تتنسكوا بالشكليات كون انعقد في طبرق أو انعقد في بنغازيا أو ينعقد في طرابس كون التسليم الاستمام يكون في طرابس يكون في طبرق يكون في حتى بلدة صغيرة زي شخرة وإلا زي غات يعني ما هو يعني البلد مش ناكسة ما هو الآن يبون الشارع نعم هو الآن أنا أريد أن أقول حتى لهؤلاء الذين يستعجلون يظنون أن مجلس نواب سيضع يعني خلطة سحرية ويحل المشاكل ليس الأمر كذلك وهاهم قد اجتمعوا وليحفظ المشاهد عني هذه الكلمات هاهم قد اجتمعوا وهاهم قد قرروا وهاهم فعلوا كل شيء ولن يحدث شيء على وجه الأرض لماذا؟ لأنهم لم يراعوا الشارع ولم يهتموا بما يجري في الأرض أنت القوة الفاعلة في الأرض هي ضدك الآن الشارع ضدك والتوار ضدك والقوة التي خلفتك ضدك وأعضاء من مجلس النواب ضدك فأنت ماذا تريد أن تفعل؟ ذهبت واستعديت علينا أمم الشرق والغرب ذهبت من أمريكيا ورد عليكم جون كيري قال هذا شأن داخلي وعبضلتني أعلن وفتح لي بعلام مصرعها لكل أمم الأرض قال فلتأتي قوة دولية والله أفريقية والله عربية والله إقليمية نحن نرحب بها ومع ذلك لم يستجيب لك ولن يستجيب لك أحد اليوم العالم يموج كل لاهي بأمره الجزائر فيها مشاكل مصر فيها مشاكل أمريكا عندها مشاكل في العراق وفي سوريا وفي أفغانستان وفي غزة وفي كذا العالم كله مشغول نعم فأنت عليك أن كان الأصل عليك أن تنتبه للداخل وتصلح الداخل لا أن تقفز وتؤسس القفز وتؤسس يعني الرمي بالقوانين والأعلان الدستوري وكل هذه القضايا تؤسسها من اليوم أنا لا ألوم غدا إذا خرجت في جهة كالتوار والله كجهة معينة وتعلن جسم آخر أنت فعلت شيء نفس أنت من سن هذه ولذلك هم يتحملون الآن كل ما يتعلق وكل مخرجات هذه القضية هم يتحملونها غدا إذا خرجت أي جهة أخرى وتعلن عن نفسها أنها الجهة الشرعية فلن نومه لأنك أنت الذي أسست هذا الطريق ولذلك لا تقول لي شكليات أنت من أسست هذه القضية أنت من قفزت على كل ما هو متعارف عليه بين الليبيين بين الإعلان الدستوري وبقرار رئيس المؤتمر ثم القضية الأخرى التي يروجونها من المضحكات المبكيات كما ذكرت لك يلتزمون بشيء لما يكون لي صالحهم قال لك هو أصلاً مؤتمر وطني منتهي صلاحيته طيب إذا كان منتهي صلاحيته على أي أساس أنتم انتخبتم ألستم على مخرجات لجنة فبراير التي 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 شكلها المجلس المؤتمر الوطني بعد الفترة التي حدتموها أنتم أنها انتهت ولايته يعني أنتم تعملون بأجزاء توافق ما تشتهون وترفضون أشياء تخالف ما تشتهون فأنا أنبه على هذه القضية غدا حينما يخرج توار ولا يخرج ناس ولا يخرج أي جهة وتعلن وتشكل حكومة وتشكل مجلس وتشكل كذا وتقول نحن الشرعية فعليكم أن تتدبروا أمركم عليكم أن تتدبروا أنتم من سنيتم هذه السنة طيب لماذا لا تعتبرون هذا الخلاف الذي بينكم وبين الذين ذهبوا إلى طبرق من الخلاف المعتبر وتتجاوزونه من أصله من أجل مصلحة الوطن نعم الحقيقة كما ذكرت أنا لا أريد للمواطن أن ينظر إلى هذه القضية أنها قضية خلافية ويجب تجاوزه يجب أن نظر إليها بعمق والخلاف الخلاف نوعان هناك خلاف معتبر وهناك خلاف غير معتبر أنت حينما تقول لي أن تونس تقع شرق ليبيا فهذا خلاف غير معتبر لأنه خلاف الحقيقي وليحتاج مني إلى نظر قل ما شئت أنت واذهب دير برامج وثائقية وفعل ما تشاء لأن هذا قائم على غير الدليل لكن لما تقول لي مسألة مثلا عدد الدكور والإنات في ليبيا هل هم الدكور أكثر أو الإنات أكثر بناء على شركات ومسح وإحصائيات وأشياء ممكن نحترمك ونتبادل معك ونتقول لي أنت الدكور أكثر أو نقول لك أن هذه قضية تعتمد على اجتهادات قابلة للنظر فهنا الآن لما تتأمل في مسألة اجتماع طبر غير قائم على دليل مجرد شخص عضو كما أنا الآن أذهب إلى الجفرة أو أذهب إلى غريان وأقول يا أرسل رسالة أقول يا جماعة تعالوا وحضروا عندي في مربوعتي نفس القضية بما أنت قفزت على كل الذي بيننا وبينك كل الذي بيننا وبينك ويربطنا العناد الدستوري والقوانين واللوايح المؤتمر الوطني وكل هذا رميت وقلت تعالوا عندي فقط لا غير ببساطة ببساطة هكذا يعني طيب سنخرج إلى سنخرج إلى أفاصل دكتور علي قليلا ثم إن شاء الله نسأنا في الحوار سنخرج إلى أفاصل إخوة المشاهدين فابقوا معنا موسيقى 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 واللهي ما يعرم هتحليمع شين يعني يلا بسم الله مرحبا بكم مرة أخرى إخوة المشاهدين دكتور علي ترون بأن هذا الاجتماع تأسيس للفوضى على حد تعبيركم فكيف يكون ذلك الاجتماع الذي حدث في طبق نعم نحن في فترة المؤتمر الوطني أو ولاية المؤتمر الوطني سمعنا كثيرا حتى صمة آذاننا بأن المؤتمر الوطني هو سبب البلاء وهو سبب المشاكل وهو 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 ذكروا فيه كل عين بغض النظر عن هذا الكلام الآن لا نريد أن نقف عليه لكن الآن لما أنت تدم جسم تشريعي أعلى جسم تشريعي في البلد وتأتي أنت البديل عنه فالأصل أنك أنت تؤسس للصح وتنطلق انطلاقة صحيحة حتى يقتدي بك من خلفك أنت تريد أن تصلح البلد التي تقول أنت بذلك أنها فوضى وأنها فساد وأنها كذا فأنت باعتبارك أعلى سلطة تشريعية في البلد تقفز هذه القفصة الشنيعة وتقوم بهذا العمل الذي لا أساس له ولا صحة ثم بعد ذلك تقول دعوكم من الشكليات ولننطلق إلى الأمام طيب أنا غدا ولذلك أنا سألت أحدهم يوما ما قال لي أخي دعك من الماضي ودعك من الشكليات ولننطلق وهذا أمر واقع الآن واتفق عليه الأعضاء ولننطلق قلت له أنا أريد أن أسألك سؤالا وأنا أعرف رأيه مسبقا في هذا السؤال الذي سألته إياه قلت له مدامك أنت بهذه الطريقة فدعنا الآن الذي يجري في الأرض مما يقوم به الثوار على الأرض هذا أمر واقع الدبابات في الأرض الآن والقادفات والراجمات والأشياء كلها في الأرض دعها تأخذ مجراها ولنباركها ولتنتهي حيث تنتهي بنفس الأسلوب بنفس الأسلوب فسكت في قناة النبأ فلم يجيبني ولن يجيب غدا لما يخرج جيش ويقوم بانقلاب لا نلومه لأنك أنت أسست له غدا حينما يقوم الطلاب بعمل مخالف للقوانين ومخالف لللوائح فلا نلومه العمال المهندسين الأطباء كل هؤلاء إذا قاموا بأي عمل مخالف لما تفق عليه الناس فلا تلومه باعتبار أنك أنت أعلى سلطة شرعية قد أسست لهم هذا من جانب ومن جانب تاني غدا إذا أسست دولة العدل والقانون والحق ويقوم أي مواطن من حق أي مواطن أن يطعم في هذا المجلس النواب طعنا دستوريا وقد قام به كثير من مؤسسات مجتمع عدني والنواب ومحامين وغير ذلك فالحق معه ولا تستطيع أن تعترض عليه لأن كل ما وقعت عليه باحترامك للإعلان الدستوري ونحو ذلك وأقسمت على ذلك خلفت ورميت بإعراض الحياة فالمترد أنت أسست للفوضى من حيث لا تدري أن تريد أن تقضي على الفوضى تريد أن تقضي على كل مخرجات المؤتمر الوطني تريد أن تقوم بالبلد وتؤسس إلى نظام يكون نواة للنظام والقانون والاحترام ونحو ذلك فإذا بك أنت تكون أول المؤسسين للفوضى وأول مثال سيء وتضرب مثالا سيئا لمن غيرك ليقتدي بك في القفز عن القوانين ونحو ذلك طيب لا يفي نقطة مهمة نعم الحقيقة سمعنا كثيرا بعد خروج النتائج وقبل خروج النتائج أن هناك تيارا مدنيا تيارا مدنيا غير التيار الأخرى الذي نحن وغيرنا من ليسوا مدنيين لا أدري ما هي صفات هذا التيار المدني إذا كان لا يحترم القانون ولا يحترم المؤسسات ولا يحترم مخرجات هذه المؤسسات فماذا تعني التيار المدني التيار المدني برمته بكل أفراده ممن قالوا لنا أن هؤلاء أبناء التيار المدني انضموا إلى هذا الاجتماع يريد هؤلاء أبناء التيار مدني الذين يعني يريدون فحينما نسألهم ماذا تعلم بالتيار المدني الذي يقبل رأي الآخر والذي يلتزم بالقانون والذي يلتزم باللوائح ويكون حضاريا في تعاطيه للأحداث ونحو ذلك أين هو التيار المدني من هذا الموقف فليخرج لنا شخصا واحدا من هؤلاء أبناء التيار المدني ليبين لنا موقفهم دون مواربة أخذ وعطائم في الكلام نريد شيء وثائق كلام علمي أما هكذا دعوة تيار مدني فهذه دعوة قد بان عوارها من الخطوة الأولى طيب دكتور البعض يتسأل لماذا مدينة طبرق بالذات هل يعني لماذا اختيرت لنعقاد البرلمان إذا كان من ناحية الأمن والأمان فيه كثير من المدن الليبية لا تقل عنها أمنا ولا أمان خذ مثلا مصراتة غريان الجبل جبل نفوسة سرت ربما تكون أولى لأن فيها مؤسسات بناها القذافي في الجفرة في الزنتان ما الذي يميز طبرق عن غيرها من المدن؟ هو الحقيقة هذه القطية أخذت مننا جدلا قبل من أول ما خرجت النتائج تواصلنا مع بعض الأعضاء في بنغازي وهنا في طرابلس كنا نناقشهم نقول نحن كأعضاء في مجلس النواب لابد أن تكون لنا شخصية اعتبارية وقادر على اتخاذ القرار قادر على اتخاذ القرار بمعنى أنك لا تؤثر فيك لا إعلام ولا إرهاب ولا انقلابين ولا سلطة عسكرية ولا دروع ولا قعقاع ولا سواعق ولا أنصار الشريعة ولا أي شيء يجب أن تكون أنت صاحب قرار قرار واضح غير موتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان فكيف يقضي القاضي وهو خايف أنت ضعني تحت الحراب وتقول لي تكلم عن الكرامة أو تكلم عن أنصار الشريعة وتكلم عن القعقاع وتكلم عن الدروع وتكلم كذا فلذلك اقترحنا مع كثير معضاء ولا قد ترحيبا باستثناء أقوام سأذكرهم لك قلنا لهم اختاروا أي مدينة مستقلة عن كل هؤلاء ولتكن الجفرة ولتكن سرط وهذه التحديد انذكرناها ونأتي بقوة نختارها من أحد خيارين الخيار الأول أن نختار من أحدى المدن الأمازيغي جادو أو نالوت أو إحدى المناطق الأمازيغية نقول لهم تأتون بكتيبة في أوساط اللبين في أوساط اللبين وغير يعني مخرطة في إحدى الصرعات هذه الموجودة الآن بغض النظر صوابة وخطر لكن نأخذ كتيبة نختارها نحن نحدد أشخاص ونضع لهم صفات ومميزات ويكونوا كتيبة لحراسة مجلس النواب مستقلة عن كل هذا الموضوع أو الخيار الثاني نحدد مثلاً سبع أو خمس مجالس عسكرية من ليبيا كلها مثلاً مجلس عسكري الزاوي مجلس عسكري جدابي ومجلس عسكري كفر ومجلس عسكري سبه ومجلس كذا نقول لهم أعطونا خمسين وفق المواصفات هذه خمسين 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 تكون عندنا ثلاثمية وخمسين النوح بذلك وفي مدينة مستقلة بحيث أن نتخذ قرارات بعيدة عن الضغوط لاقت قبولاً عندها أقوام من النواب ورفضها أقوام الذين كانوا يطالبونها بنغازي قالوا بنغازي شاعة من شاعة وأبا من أبا بنغازي شاعة من شاعة وأبا من أبا دعني أقرأ عليك بعض ما كتبه بعضهم من البرلمانين ليس من عامة الناس يقول أحدهم اللي هو دكتور أبو بكر بعيرا ماذا يقول في إحدى منشوراته يقول بالرغم مما يسود بنغازي من انفلات أمني هو يقول الآن بنغازي فيها انفلات أمني ماشي ولا يتكلم عن الوقت الحالي له يوم هذا كلام يوم 14 يوليو أي قبل النتائج بقليل بالرغم مما يسود بنغازي من انفلات أمني أي الآن يقول نحن الآن مقتنعين أن بنغازي فيها انفلات أمني وفيها خروقات وفيها كذا لكن إلا أن ذلك يجب ألا يثنينا عن توطين مقر البرلمان الجديد في دينة بنغازي وذلك لعدة أسباب طول الآن شو يقول يقول بنغازي نعرف أن أمنها مش كويس وأنها فوضى وأن فيها تناحر وفيها كذا أولها انظر الآن طول أنت الآن هو الهدأ رافع لواء قضية طبرق ماذا يقول هنا أن هذا الأمر أصبح الآن استحقاقا دستوريا ينبغي الالتزام به طيب لماذا خلفته هنا أو بعدها بعدما قرر طبرق ماذا قال بكل بساطة البرلمان في طبرق نتيجة سوء الأوضاع هذا يقوله في موت النق فإذن هي القضية زي ما قلت لقضية التمر هذه يحلونه عاما ويحرمونه عاما حسب أهوائهم يعني فأنت الآن تقول أن بنغازي غير آمنة وفيها تقاتل بين التوار من جهة وبين أنصار حفتر من جهة أخرى ما شيء تقول فيه انفلات أمني انفلات أمني هذا اللي هو قصف بالطائرات وقصف بالراجمات واغتيالات وكل شيء ومع ذلك يقول هذا استحقاق دستوري يجب أن نوطن بنغازي ما الذي جرى يا ريت الآن هؤلاء يخرجون إلى الناس يقول ما الذي جرى هو الأمر اللي خلينا تكلم بكل شفافية الذي جرى أن هذا الانفلات الأمني حسم لصالح فئة دون أخرى لصالح مجلس شورى التوار حسم هذا الصراع هو ما الذي كان يجري هي القضية أين تكمن لماذا تبرغ بالذهاب أنت الآن لما تأخذ إلى مدينة أنا أريد أن أسأل هؤلاء الذين ذهب إلى تبرغ هل يستطيعوا أن يستنكروا ما يجري في تبرغ من قصف لبنغازي ومن خروج الطائرات من تلك المدينة مع احترامنا لأهلها وشعبها يعني إلا أن المدينة المتمثلة في مجالسها العسكرية هي مع ما يسمى بعملية كرامة هي مع ما يسمى بعملية كرامة فأنت لما تأتي بالبرلمانين إلى هناك فأنت تضع الدولة تحت تصرف أولئك هي هكذا المشهد ولذلك نحن نرفض بشدة هذه القضية من هذا الجانب أيضا أنت لماذا اخترت تبرغ بالذات لماذا لا تكون مصراطة لماذا ما تكون الزنتان نالوت لماذا ما تكون نالوت كلها آمنة لكن هم الآن يريدون أن يدعموا تيارا محددا ولذلك هم الآن حتى قراراتهم ما شاء في دعم الجيش الوطني المسمى بجيش الكرامة هم دادت وقف القتال وكل قرارات لصالح هذه فإذن القضية لا تحصر في خلاف دستوري والله في خلاف قانوني والله في خلاف هنا وهناك فأنا بالله يعني الناس اللي عندها يعني شيء أثار من علم وثقافة يجب أن ينتبه لهذه القضية جيدا ولا يكثر علينا الكلام أنت الآن غرر ليش الخلاف وليش كذا ومشوا الأمور أو شيء شكلي الخلاف عميق هو انتصار لجهة دون جهة أخرى ونحن لا نرضى بهذا نحن لا نرضى أن نجلس في مكان لا نستطيع أن تكون لنا جسي أن تكون لنا شخصية اعتبارية قادرة على اتخاذ القرار من إرادتنا وفق إرادتنا وما نريد ولذلك وكررها أنا قلت في قناة النبو وكررها اليوم على إخواننا الأعضاء الذين ذهبوا هناك ورأوا أن الموضوع عادي أن يتخذوا قرارات يدينوا ما يجري من إرهاب في حق مدينة بنغازي من قصف ومن رجم ومن هذه القضايا بالأمس هددوا بأنه سيغلقون يرموا الميناء هذا ليس هذا الإرهاب أما إن لم يكن هذا الإرهاب فما هو الإرهاب قال سنقصف الميناء إن لم تخرج الزوارق والبواخر من ميناء بنغازي سنقصفها أي إرهاب بعد هذا أي إرهاب بعد هذا من الذي أعطاه ثم أحدهم اللي هو عضو آخر زياد دغيم يقول بأن بنغازي تسيطر عليها قوات لا تتبع الأركان ولا تتبع الدولة طيب أنا أريد أن أسأل أنا سأسلم له بهذا لكن أريد أن أسأل من جانب آخر هل قوات خليفة حفتر تتبع الأركان وتتبع الدولة وتتبع المؤتمر وطني أما قام بانقلاب أكتر مرة وأعلنه على روس الأشعار ما لكم كيف تحكمون فأنا أريد الناس أن ينتبهوا لهذه القضايا هي اعتيار متجانس متكامل يدعم بعضه بعضا سياسيا إعلاميا عسكريا فالقضية ليست خلاف هنا وهناك أنا الحقيقة يجب أن ينتبه الناس لأن هذه القضية وهي عميقة جدا هم يريدون أن ينتصروا لما يسمى بعملية الكرامة سواء كان في بغازيا وسواء في طرابس أو كان في كذا ويدعمونها سياسيا وإعلاميا ويروا تسطيح وتبسيط كل خلاف وكلما اقتربت من هذه النقطة يقول لك يا أخي لا تشتغل بهذا ولا تنظر إلى هذا ولا يوجد كرام القضية ليست هنا أنا في زمن القدافي في زمن القدافي لم يكن الاغتيالات في الشوارع ولم تكن الخطف في الطرقات أنت تسير في طرابس ما يتعرض لك أحد متى يتعرض لك أحد حينما تمس النظام حينما تقول كلمة تخالف من يهيمن على تلك المدينة القدافي كان يهيمن عسكريا على طرابس وعلى ليبيا كلها لكن أنت تسير في الطريق ولا تتعرض إلى إلى نظام القدافي فلني تتعرض لك أحد بهذا المفهوم ليبيا كانت آمنة تمام الأمن لكن هل تستتجر أن تنتقد القدافي ونظامه بكلمة لا تستطيع ولذلك أنا أقول وأكر هذه القضية أنا أعلم علم اليقين أن في طبرق ما يوجد خطف ولا يوجد اغتيالات ولا يوجد تفجيرات ولا يوجد راجمات ولا يوجد كذا لكن هل تجر أن تخالف النظام العسكري هناك التابع لعملية الكرامة هل تستطيع أن تنكر أو تطالب بمحاكمة خليفة حفتر كما قدم علي زيدان مذكر فيه للنائب العام بالقاء القبض عليه أما قال أنه انقلب على الشرعية ونحن نقدم فيه دعوة هل تستطيع يعضو مجلس النواب يلي من خمس ومن زليطن ومن سبهة ومن هنا ومن هناك أن تفعل هذا إن فعلت ذلك فأنت حر الإرادة إذن صحيح الكلام الذي صحيح بغضنا عن خلاف القفز على القوانين الدستورية لكن إن لم تستطع فأنت مقيد وهذا ما لا نرضاه لأنفسنا نحن نستقيل ولا نقيد بمثل هذا نحن نريد أن نكون أصحاب قرار وأصحاب مبادرات وأصحاب يعني إبداع في القرار ليس مجرد أن تناديني أنت وتدعوني ونأتبعك أنا لست هكذا حتى لو جمع اجتمع الناخبون الذين انتخابونني على أن أفعل هذا فلن أفعل أستقيل ولا أفعل هذه أستقيل ولا أكون تبعا أسلم عقلي لغيري طيب دكتور يتردد كثيرا لجنة فبراير التي شكلها المؤتمر الوطني من القانونين وغيرهم وهذه اللجنة قدمت توصيات معينة للمؤتمر الوطني وتم يعني اتفاق عليها إن لم تخلني الذاكرة نريد أولا لمحة عن لجنة فبراير هذه ولماذا شكلت في الأساس وما هي أبرز توصيتها طبعا بعض الناس نفس الكتلة التي كنت أحدثك عنها ونفس التوجه الجماعة حددوا للمؤتمر الوطني أن ولايته تنتهي يوم 7-2 وهذا لا يوجد لا في الإعلان الدستوري ولا في التعديلات الإعلان الدستوري إطلاقهم وليبحثوا من هنا إلى سنة لن يجدوا 7-2 هذه غير موجودة إنما كانت ولاية المؤتمر الوطني مقيدة بأعمال ينجزها المؤتمر وتنتهي صراحيتهم لكن هؤلاء لما أقر العزل السياسي أرادوا إسقاط المؤتمر بأي طريقة كان وصاروا يشنون عليه الغراض في الإعلام وفي نحو ذلك فنتيجة الضغط على حراك لال التمديد وحراك الشعبي والإعلامي ونحو ذلك صار ضغط شديد على المؤتمر الوطني يعني خرجوا عليه حتى بالسلاح وعطوه مهلة 5 ساعات ثم قيدت بـ 3 ساعات أخرى حتى يعني كادت البلد أن تدخل في حرب فنتيجة هذا الضغط يعني المؤتمر الوطني شكل لجنة بعضها من المؤتمر الوطني نفسه وبعض من القانونين من مؤسسات المجتمعات من بينهم يونس فنوش هذا أحد الناس الذي كان يقول بالحرف الواحد يوم سبعة اثنين انتهى ولايات المؤتمر الوطني فإن لم ينتهوا سنتابعهم إلى بيوتهم ثم كان أحد أعضاء لجنة فبراير التي شكلت بقرار من المؤتمر الوطني فهو لا يعترف به من جهة ويلتزم بقراراته من جهة أخرى هذه القوانين كيف تصالح حتى يعرف الناس كيف تتسير الأمور المهم نتيجة هذا الضغط شكلوا لجنة مكونة من بعض عضاء المؤتمر الوطني ونتيجة الضغط على المؤتمر الوطني كتبوا فيها أشياء الحقيقة غير منطقية إطلاقا ساحبوا الصلاحيات من المؤتمر الوطني وعطوها لرئيس الدولة ورئيس الدولة رئيس الدولة هذا هو القائد الأعلى للجيش هو الذي يعين السفراء وهو الذي يعلن حالة الحرب وهو إلى خير أعطوه كل شيء ثم بعد ذلك سلمت المقترحات لجنة فبراير وصوت عليها خلاف الإعلان الدستوري صوت عليها جملة هكذا جملة باكيج واحد هكذا أعطوها لهم قالوا صوتوا عليها راضيين بالضغط وتمت القصة هكذا بهذه الطريقة هذه فهذه المخالفات تضافي لما ذكرناه سابقا بأن الاحترام القانون هذا آخر شيء يفكر فيه هؤلاء طبعا اليوم اليوم ومن غرائب الأحوال أرجعوا ما فعلوه في لجنة فبراير يونس فنوش وغيره ما فعلوه في لجنة فبراير أرجعوها لمجلس النواب الآن صلاحيات التي سحبت من مؤتمر وطني منهم أرجعوها أرجعوها الآن لمجلس النواب السؤال هو الآن أما قلتم أن المؤتمر وطني فاشل ويجب سحب السلطات منه طيب ما الذي وعطائها لرئيس الدولة وقدمتم برنامجكم الانتخابي على هذا الأساس والناس انتخابوكم على هذا الأساس أن فيه رئيس دولة وتكون من صلاحياته يحكم بين السلطات ويكون فيه توازن في البدل لماذا غيرتم الآن؟ هل الخلل في المؤتمر وطني أم في الأشخاص اللي في المؤتمر وطني؟ نحن أمام خيارين لا ثالثة لهم إما في الجسم المؤتمر وطني وهذا مستبعد فهو الجسم بيت لكن هم أين مشكلتهم؟ مشكلتهم في أعضاء المؤتمر وطني الناس الوطنية والكويسة ما كانت تسمح لهم بتمرير قراراتهم ولذلك هم أسقطوا المؤتمر فلما كانت لهم الغلبة في المجلس النواب ورأوا أنهم الأكثرية صاروا يعجنون التمر ويبلونه كما يشعون ويعجنونه كما يشعون ويأكلون منه كما يشعون وأرجعوا تلك الصلاحيات إلى أنفسهم طيب سنكبل بعد أن نخرج لفاصل سنخرج لفاصل إخوة المشاهدين فابقوا وعلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحبا بكم مرة أخرى إخوتي المشاهدين دكتور ذكرت أن أو ذكر بأن من ضمن توصيات لجنة فبراير أن تكون مدينة منغازي شرارة الثورة بحق مكانا للبرلمان لماذا تغير المكان إذن ولماذا يتم الأخذ ببعض توصيات ومخترحات لجنة فبراير في جانب وتترك في جانب آخر طبعا المادة هذه منصوص عليها في التعديل الدستوري السابع وهي منصوص عليها كالتالي يكون مقر مجلس النواب منينة بنغازي بالنص وكذكرت لك أنا أبو بكر ربعير قال مع الانفلات الأمني لهذا استحقاق دستوري وعندي أنا ذكر لبعض أحد النواب هو أيضا من مدينة بنغازي يقول بأن مكان بنغازي مكان برلمان هو بنغازي شاء من شاء وابا من آخر هذا النائب اسمه عصام الجهاني نعم يذكرها برلمان في بغازي شاء من شاء وشاء وانا بابا وبعد ما نقل إلى طبرق بكل سورة قال تم نقل مجلس النواب إلى طبرق الحقيقة أنا كما ذكرت لك هو تيار محدد متجانس فكريا عنده هدف محدد مستغل الأعلام مستغل الحكومة مستغل ما يجري في الأرض هناك من يؤيده عسكريا من يؤيده إعلاميا من يؤيده سياسيا يعني سميها انشئت طورة مضادة بكل صراحة طورة مضادة لـ 17 اجتمع فيها من بقايا النظام السابق واجتمع فيها بعض المنتفعين واجتمع فيها بعض التجار وبعض الإعلاميين وبعض من كانوا رموز ووزراء في النظام السابق وتغيروا في آخر دقيقة مع الأحوال اجتمعوا هؤلاء جميعا وساروا في طريق واحد لا غير الانقلاب على تورة 17 فبراير بكل ما تعنيه الكلمة وتارة ينقلبون جهارا نهارا كما أعلن خليفة حفتر في قنوات وقال نحن الآن نسيطر على المراكز الحيوية فلما فشل قال سنقبض على أعضاء المؤتمر وطني وفعل كل هذا ثم أعلن ما يسمى بمعركة الكرامة بحجة محاربة الإرهابيين ونحو ذلك فالحقيقة كان الإعلان الدستوري نص على بنغازي وكان الصراع في بنغازي على أشده بين ما يسمى بجيش الكرامة وبين مجلس التوار وانا لو أريد أن ندخل في تفاصيل مجلس التوار هل فيه منصار الشريعة ونحو ذلك هذا موضوع مش الآن نقاشه فلما كان الصراع كان الإصرار على بنغازي باعتبار أن نصف بنغازي لا يسمى بجيش الكرامة كل العسكرين من الساعقة ومن غرفة الأمنية ونحو ذلك تتبع الواحد ولذلك حتى حددوا لنا من سيحرسنا وقالها هو بنفسه الجنرار خليفة حفتر قال سنؤمن مجلس النواب الجديد قال بنفسه فأنت تصور يؤمنك ويحيط بك العسكر من كل مكان وهم يخالفونك الرأي وأنت تريد أن تقول رأي يخالف ما هو محيط بك من الخارج فكيف ستتكلم أنت ستسير في خط واحد ستقول سؤيد الجيش الوطني ما يسمى بجيش الوطني وسؤيد بناء مؤسسة العسكرية وفق الرؤية الفلانية وسأدين الإرهاب وفق الرؤية الفلانية وستفعل وتمشي في نفق واحد وهذا الذي أحدث الآن في طبرة فهذا الذي كان فلما مجلسة تبوار بنغازي سيطر على المدينة بكامن هؤلاء النواب قالوا لا الآن تغير الوضع بقى ما الذي تغير ما الذي جرى أما قلتم أن حتى الانفلات الأمني لا يعنينا حتى مع وجود الانفلات الأمني يبدأ من قامته في بنغازي خلوه الآن اعتبروه انفلات أمني مع أن أهل بنغازي الآن يخرجون المظاهرات ويتحركون يسيرون والأمن مستثب فإذا أنت تبحث عن أمن محدد لك ولمن هو على شكلتك فقط أما غيرك من يخالفك الرأي فهذا لا فهذا لا فلذلك نقلت إلى طبرق وليس إلى سبهة مثلا وليس إلى الجفرة وليس إلى الزاوية وليس إلى غريان وليس إلى نلوت ولا إلى أي جهة أخرى سبهة التي تدعم عسكريا وسبق ونعلت في مجالسها العسكرية وقاعدة الموجودة هناك أنها تدعم ما يسمى بعملية كرام فإذا أنت تريد أن تضعني أسير هناك حتى وقع على ما تشاء وما تريد هذه القصة باختصارها طيب ما موقف حكومة تسير الأعمال برئاسة سيد ثني من الحاصل الآن هي الحقيقة الحكومة منذ أن أسسها علي زيدان وهي ضد الوطن وهي أصل البلاء وهذا ليس باعتراف أنا أقوله منذ أن تأسست منذ أن تأسست وأنا أقول هذا الكلام لكن محمود جبريل في إحدى تصريحاته في إحدى القنوات يقول سبب المشكلة في ليبيا هي علي زيدان وحكومته وأنا أريد أن أقول أن علي زيدان يا محمود جبريل ما هو إلا بركة من بركاتك وحسن من حسناتك فلا تتملص منها هو إحدى حسناتك التي أتيت بها الحسنات الكثيرة التي أتيت بها لهذا الوطن المدمع وعلى حساب الأشلا والدماء والآهات والألام تتاجرون بمثل هذه المعاني يعني لم ترحموا صغيرا ولا كبيرا هؤلاء التوار كان عندهم من التسامح ومن العفوية والبساطة حتى لم يكونوا يروا فيكم خصوم مع أنكم أيدتم النظام السابق وقاتلتموهم وكذا ومع ذلك قبلوكم رؤساء أحزاب وقبلوكم يعني وزراء وقبلوكم كل شيء ومع ذلك لم ترضوا بهم إلا أن تسحقوهم سحقا ولذلك اليوم التورة انتفضت من جديد وهي التي ستحدد المسار الثورة نفسها هي التي تسحدد المسار من الشرع وغير الشرع ومن ثور 17 براير ومن غير 17 براير وكيف سيصاغ القانون والقضاء والإعلام والسياسة والبرلمان ورئاسة الحكومات التورة نفسها هي التي يصدد والتورة آخذة في التمدد اليوم وترونها في الشوارع وترونها في السحات وترونها في التوار وترونها في الأرض وتمشي هذه تورة مباركة والحمد لله سكبت فيها دماء وسكبت فيها دموع ومزقت فيها أشلاء والله بإذن الله لن يضيعها وستمضي حتى تصل إلى منتهها واليوم التوار أكثر نضجا وعندهم رؤية أوضح ويعني يقومون بالأعمال أنا لا أعني التوار فقط الذين في الجبهات إنما التوار عموما الذين ينتسبون صلوات شبراير صار عندهم تصوروا وصار عندهم الآن يعرفون مكامل الخطر ومن أين أخذوا ومن أين أخذوا المرة الأولى والآن هم الذين سيحددون المسار لسنا نحن نقول كلمتنا وما أخذ علينا الناس من عهود أننا نقول الحق ولو كنا لوحدنا قضية القلة والكثر هذه لا تعنينا في شيء أنا أريد أن أسألك هذا السؤال ألا ترمعي بأنكم المعارضون لاجتماع طبرق أنكم قلة يعني مقارنة بالذين ذهبوا إلى طبرق العدد وصل إلى 156 وأكثر من ذلك وقل بقليل ألا ترون أنكم قلة تعيرنا بأن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل ومضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين دليل هذا بيت شعر دائما يعني أحبه وأحب نكرره ثم والأصدق من ذلك أن الله جل في علاه في القرآن ذكر أن الكثرة هذه لا تعني شيء الكثرة وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله مع احترامنا لكثير من النواب الذين ذهبوا لكن قضية الحق والباطل والصواب والخطأ لا تقيد بكم هنا وكم هناك وأنا والله إلعلي أن قل لك بعض بعض النقاشات التي حدثت مع بعض النواب للأسف يعني يتصور يتصر يقول لي يا أخي أنا أنا ناقش فيه على يقول لي والله إلا مقتنع بالكلام الذي تقوله الصواب هذا صحيح يعني كيف يدعونا شخص زميل مثل ميتنا ويدنا فيأتيه اتصال يقول له بلغوا مئة وعشرين بلغوا مئة وستات يقول لي لا خلاص الله ما عدنا بذر خلاص لازم نمشي لازم نمشي هكذا بعض الناس هكذا يعني وبعضهم يقول لي أنا سأذهب حتى لا يتمزق الوطن يا أخي كيف لا يتمزق الوطن أنت ذهابك هناك هنا أنت ذهابك هناك هنا الذي حدثت الفجوة أنت باتباعك للحق هو الذي لا يمزق الوطن أما أن تذهب تدعم قرارا خاطيا وتذهب تدعم جهة معينة هذا هو الذي سيمزق الوطن ونعلم يستفيق يوما يعني وينتبه لما اتخذوه من قراراته طيب بالبعض في الشارع يقول بأن هذا الحراك الذي تقومون به يقول بأن لأنكم تنتمون إلى التيار الإسلامي وتيار الإسلامي عندما حصل على عدد قليل في مقاعد البرلمان هو يريد لانقلاب عليه ما تعليقك؟ هو الحقيقة أما فيما يتعلق بما يقوم به الثوار على الأرض فهذا من قبل النتائج ومن يعد له من قبل النتائج ومن كان متابع يعرف هذا الشيء بل بعضهم كان مصرا على أن يتحرك عسكريا قبل خروج النتائج بغض النظر من مصيب من المخطي فهو كانت قضيته كتائب محددة يراها أنها خارج الشرعية ويقوم بها بغض النظر عن النتائج إطلاقا أما الدعوة هذه شماعة الإسلاميين وأنهم خسروا وأنهم كذا هذه حقيقة ما فتئ ما تركها الإعلام يوما واحدا ولا الساسة يلوكونها الليل والنهار هناك من لم يذهب ولا علاقة له لا بتيار إسلامي ولا بتيار إخواني ولا من هنا ولا من هناك إنما يراها صواب وخطأ يعني صواب وخطأ ملعا مع علاقة مثلا أنا تكلمت لأن لم أقل قال الله ولا قال رسوله أنا أستذل لك بالقوانين والدستير التي صغطموها أنتم أنتم يا لجنة فبراير ومن جاء قبلكم أنتم الذين صغطم هذه وتنكرتم لها مجرد الخالة فتهواكم رميتموها وأنا ولذلك أكرر هذه الجملة المهمة غدا حينما يرمي هذا البرلمان بعض الناس توار أو غيرهم فأنتم السبب لأنكم أنتم من رميتم القوانين وأنتم من رميتم الدستور خلف تحت أقدامكم وأنتم سنيتم هذه السنة فيجب أن تتحملوا وزراء أعمالكم يعني تريد أن تقول بأن الذين رفضوا الذهاب إلى تبرق لا ينتمون بالضرورة إلى التيارات ليس ضرورة نعم هناك مجموعة منهم لهم تقيد بهذا الإعلان الدستوري فقط لا علاقة له لا بتيار إسلامي أنا شخصيا لا علاقة لي لا بتيار إسلامي ويدفعوننا قهرا وقصرا أن نقول إما أن لإخوان أو من جماعة كذا أو من جماعة كذا والله لم ننتم يوما لا لهذه الجماعة ولا لتلك لكن لبسونا هذا التوب غصبا عننا ولكن كثير من الأعضاء لا علاقة له بحركة إسلامية ولا بتيار إسلامي المنطلق وطني باعتبار الليبيين كلهم مسلمون ومن هذا المنطلق ويرى أنه الآن لو رضي بهذه القضية فقد بعضهم وكثير منهم يرى لو أقر بهذه القضية فلا يلوم أي فرد أي طبقة من طبقات المجتمع أن تقوم بأي خرق قانوني حتى الذي يخرج في الإشارة الضوئية أنت أسست له الذي يخرج هو ينظر إليها ينظر إليها بهذا المعيار يقول أنا لو قمت بهذا العمل قد أسست للفوضى ولن تقوم لليبيا قائمة هو من هذا المنظر لا علاقة له لا بالدين ولا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالشريعة ولا بالمفتي ولا بأي شيء يرى من هذا المنطلق فقط هو يرى بأن المجلس النواب الذي يمثل جهة تشريعية أعلى جهة تشريعية يرىه قد اخترق القانون أو قد خالف القانون وبالتالي يجب المبرر فيقول أنا لا أقره فإن أقررت هذه القضية فقد يعني فتحت الباب للشعب على مصرعين يفعل ما يشاء لا ألوم أحد بعد ذلك يقول إن فعل ما فعل من خروقات طيب عندي السؤال الأخير لك دكتور علي الآن ماذا تريدون بالضبط هو أنا كما ذكرت لك في تناية حديثي أن الموضوع الآن أكبر من قضية أننا لم نذهب أو ذهبنا أو كذا يعني كثير من الناس يرى أن الآن التورة لم تستكمل مراحلها أنا عن نفسي أنا عن نفسي الناس اختارتني وصوتت لي أن أؤسس للحق وأن أؤسس للعدل وأن أؤسس للصواب فيجب أن أكون في هذا المقام فإن عجزت فسأستقيل ولن أرطضي لنفسي ولا لأبنائي يوما من ما أن يقال عنهم أن أباكم قد فعل كذا وكذا مخطئا أو كذا أنا ألتزم بهذه القضية مدام أني نماشي صواب لابد أن ألتزم بهذه القضية لابد أن يعود الحق إلى نصابه في هذه القضية تحديدا هذا فيما يتعلق بالنواب ونحن نطالب النواب الآخرين أن يحدو حذونا نلتزم بالتسليم والاستلام من الشخص الذي خوله الإعلان الدستوري ألا وهو رئيس المؤتمر ثم ننتقل إلى بنغازي نجتمع ثم نقرر أين نمشي أين نذهب أين نقول بجمع لماذا أنت لماذا أنت تحرمني من حق تقرير هذه القضية من تكون أنت حتى تحرمني من هذه القضية هم يقولون بأنكم قلة لا أنا أعبر عن نفسي وعن من يوافقني الرأي نحن نرى أن التسليم والاستلام يتم في المكان والزمان الذي حدده رئيس المؤتمر الذي خوله الإعلان الدستوري ثم بعد ذلك ننتقل إلى بنغازي ونجلس الجلسة الأولى هناك ثم نقرر هل بنغازي تليق بنا في اتخاذ القرار إن كان نعم فجلسنا هناك إن كان لا نصوت ونختار نحن بمحض إرادتنا أين نمشي أما أنت تحدد لي المكان والزمان وتناديني وأنا عضو مثلي مثلك فهذا لن أرتضيهم هذا فيما يتعلق بنا أما فيما يتعلق بالأرض والشارع فالشارع كما تراه أمس كانت الجمهور خارجة في الزاوية وفي طرابس في مصراطة في غريان في مدن كثيرة خرجت تنادي لا تقبل لا ترتضي هذا المجلس النواب والتوار على الأرض يشتغلون والتورة لازالت في عنفوانها وحيث تستقر نحن معاها إن شاء الله هذا اللقاء على سعة صدرك وتقبل كليل أسئلة كما أشكر من هم خلف كاميرات التصوير من الإخوة المصورين والأخ المخرج والمشرف على هذه الحلقة كما أشكركم أيها الإخوة المشاهدون على حسن متابعتكم وحتى ألتقيكم في حلقة قريبة إن شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة